أنا معايا واحد من نجوم هذا الجيل ومن الكبات اللي احنا بنقدرهم جداً وبنحترمهم وبشوف فيه حاجات كتير جداً جداً من الأجيال اللي فاتت كابتن أحمد الأحمر كابتن أحمد أهلاً وسهلاً بيك ومسائل فل وكنت منور النهاردة حفل القرى حبيبي يا عيما عظيم تسلم يا حبيبي وكلنا فرحلين وكلنا فخورين بحاجة سيما تتفرقتي كده حدث وإفنت ما شاء الله حاجة وهمية وبتبين قد إيه فعلاً احنا بنقدر نعمل حاجات كبيرة إن شاء الله دائماً إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله وصف لي شعورك كده وسط الأجواء وسط الأحداث أنا حستك أول لما طلقت على المنصة الخضة بتاعت أو الرهبة بتاعت التواجد الكبير والحدث العظيم دي كانت موجودة رابة المحببة الرابة الحلوة طبيعي صراحة أنا يعني النهاردة أول ما روحت أنا بجد كنت موصود جداً كنت فخور جداً أنت بتتكلم عن حاجة بجد حدث حدث معمول على أعلى مستوى حاجة حاجة فعلاً شرف وفخر لأي مصر إنه بجد تحصل حاجة زي كده على أرضه تحت صفح الهرم في مكان جميل جداً أجواء غير طبيعية أجواء جميلة جداً وإن أنت بتعمل كل الكلام ده بتتكلم في وقت صعب جداً على كل العالم مش على مصر بس فإن أنت بتقدر تعمل حاجة زي كده لأ حاجة بجد مشرفة جداً وحاجة جميلة كنت موصود جداً طول اليوم وسعيد جداً أن أنا فعلاً مش موضوع أن أنا بلعب في المنتخب أو أن يعني أنصر من عاصر منتخب تماماً لكن موصود أن أنا مصري وأن دي حاجة بتحصل في مصر كسل اللي على شمالك ده ما بيدعبكش اللي على شمالي لا أنا بعليس المصري بالتلفزيون لا هو أنا بجيب جزء من القرعة وكسل عالم جانبك آه آآ بطمئنة بطمئنة بس خلينا برضو نكون منطقيين أنت تتكلم في فكورة ديات دي لعبة مش سهلة زيها خالص عارف صعبة جداً جداً احنا احنا خدنا عربانبة ش حلوة بصراحة أنه بناخد بنختار المجموعة ودى حاجة كويسة ناس كجيرة شايفة أن موضوع صعب في المجموعة واختيل لك الناس وتبص على الطريق بتاعك بتاعك بعد كده فأنا شايفت أنه عن طريقنا كويس وجدون يا جميلة الفرقتين دول الحوهد خاصة في اخت كمس ست سنين انت لعبت قدامهم اربع مرات على مقزن كسبت مرتين اتعدلت مرة او اتعدلت مرتين كسبت مرة وخسرت مرة فانت يعني من الاخر انت عندك عندك بتقدر تلعب معاهم عندك فرصة كويس كمان انت بتلعب وسط ارضك وان شاء الله هنلعب بجماهير فكل ده دعم ان شاء الله هيفرق معاك ويخليك اول ملموع انا تمنع يا رب ان شاء الله والدور التاني اللي هو انت بتدخل وهم بياخدوا اول تلات فرع فانت عدخل تصنيف كويس انت هتلعب مع الناحية التانية اللي هي ايتش عمازون ودي فيها سولفينيا وبيلا روسيا ومش هتذكر مين الفرقة التلات وروسيا وكوريا اه وروسيا فبرضو فرع ان شاء الله يجيش في المتناول لكن فرع قريبة في المستوى مش بعيدة خلينا يعني الناس كان عام حاجة انت خلينا برضو نكون وقعين ان انت بتبعد عن المانيا بتبعد عن فرنسا بتبعد عن دنمارك ايه في الجزء الاولاني عشان توصل دور التمانية ان شاء الله بشكل كويس ونتيجة كويس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله عايز تقول ايه الجماهير مصر يعني بتمنى إن شاء الله إن شاء الله دعمهم حاجة إن شاء الله ستبقى كبيرة جدا حدث كبير جدا حاجة مهمة حاجة مش سهلة خالص بدعمهم إن شاء الله كل البطولات الحمد لله لتلعب على أرض مصر دائما دعم الجماهير ووجودهم معنا ودعاهم لينا إن شاء الله بيفرق معنا كتير فبتمنى إن شاء الله إن هم يبقوا صبرت لينا طول الوقت وإن شاء الله نكون على قد الحدث ونشرفهم وإن شاء الله نعمل حاجة دي باسم مصر واسم مصريين إن شاء الله عايز أقولك على حاجة أو بكل أمانة يعني إحنا ثقاتنا في المنتخب ده بلا حدود لأنه أنتو رجالة وإحنا عارفين أنه الرجولة في الملعب بغض النظر عن النتيجة هي دي اللي الناس بتقدرها أنت النهاردة لعيب في كرة اليد بتتابع منتخب موجود ومن ضمن العناصر وكابتن فرقة منتخب مصر لكرة اليد بس في نفس الوقت أنت في يوم من الأيام بتبقى مشاهد وبتتابع منتخب مصر لكرة القدم هتلاقي انطباعك دايماً أتخيل يعني أنه انطباعك دايماً بغض النظر عن النتيجة لو الرجالة في الملعب عملوا اللي عليهم خلاص تحية وتعظيم سلام فإحنا واسقين فيكم جداً جداً وعارفين أن انتو إن شاء الله بإذن الله رجالة في الملعب وهتعملوا اللي عليكم والباقي على ربنا يعني في حناء كل الدعم إن شاء الله حيبقى ليكم يا رب وكلامك صح مليون في المية ومهما كان فيه فرق في المستويات لكن فعلاً اللي انت بتتكلم تيه الرجولة والقتال والاستفسال في الملعب بيعوض أي فروق وده وقت إن شاء الله حيابقى إن شاء الله وبنوقع دي يجب يحبنا وإن شاء الله نتيجة بتاعت ربنا بس إن شاء الله نعمل حاج كويس قلب حديد إن شاء الله بإذن الله وكلنا في ظهركم إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكراً جزيلاً كابتن أحمد كابتن أحمد الأحمر كابتن منتخبنا الوطني وواحد من العلامات المشرفة جداً جداً وإن شاء الله إن شاء الله بإذنك يا رب الرجالة دي تنصفنا وترفع راسنا وتعملنا حاجة عظيمة